دي نقطة النقطة التانية إنه الأهلي كان عنده فرص كتيرة قوي يقتل المباراة وما حصلش يعني آه صحيح من الكلمة سانداونز المنافس مش سهل خالص بس الأهلي برضو كان عنده فرص من الدياة التانية لأحمد عبدالله إنه يسجل الكرة اللي جات له فتقتل جزء المباراة أو تقتل عزيمة فريق سانداونز ما تدخلهمش الجيم وفيه كزا لقطة تانية يعني طيب زي ما قلنا إنه أنا بالنسبة للمسؤولية الأولى تقع على مارسي الكولر طيب نتعالي نشوف بقى مين تاني كان مسؤول مع مارسي الكولر عن المباراة دايماً مارسي الكولر بيقسم المباراة على جزئيات لأنه عارف ويعي جيداً ما فيش فريق في العالم يقدر يعمل ضغط عالي اللي الأهلي مميز فيه جداً بالمناسبة طوال المباراة في بيقسم المباراة على جزئيات الأهلي لمدة 20 دقيقة العشرين دقيقة الأولى يا كريم بيضغب بشكل ممتاز لأن ميزة سانداونز الأولى هي الخروج بالكرة من الخط الخلفي فلما ياريتني شغل الحالة بتاعيت أحمد عبدالقادر في بداية المباراة والحالة اللي بعديها على طول حالتين في أول عشرين دقيقة كان ممكن بمنتهى البساطة بصة كريم بص هنا الضغط وقفل زوايا التمرير سيبك خالص من أحمد عبدالقادر بصيلي على يمين الصورة كادري على يمين الصورة هتلاقي إن كل زوايا التمرير مقفولة أربع لعبين من الأهلي مع أربع لعبين من سانداونز تم إجبار لعب سانداونز إنهم يحطوا الكرة بالعرض فلما تحطت الكرة بالعرض طلعت طبعا تحت الضغط بشكل خاطئ وخلي بالك ده نجاح كبير جدا لمنظومة الضغط بتاع مارسي الكولر لأنه لما تجبر سانداونز تحديدا اللي راس ماله هو الخروج بالكرة تحت الضغط والاستلام والتسلم والتحرك بدون كرة عشان فتح زوايا التمرير بتتكلم عنه ده نجاح كبير جدا طب إيه بقى اللي عطل مارسي الكولر ما أنا بضغط عشان أخلق فرصة ولما أخلق فرصة بعملها علشان أسجل فلما تجيلي في مباراة الهلال السوداني كرة بتاعت حسين الشحات لقتل المباراة مبكرا وللصعود النفسي على فرقة سانداونز ومنذ البداية وضيع ده كمل كمل بقى أحمد عبدالقادر استلم هنا هنا إنت ليه بتستلم اللعيب أصلا بص ناس كتير كان بتتكلم هو سنة عشان يهرب من المدافع لا هو اللعيب أصلا هربان منه هو استلم وزاوية التسديد مفتوحة تماماً بسؤالك الحارس كمان أوتوف وكان بيقع كمان ده كان بداية الوقع فأنت لما سند هاتلي الفريم اللي بعده ولما سند الفريم اللي بعده على طول بص لما سند هنا بص الحارس واقع في الأرض كريم الحارس واقع في الأرض عبل ما طلع تاني إدى الفرصة للحارس أن يعمل الترايب شكل مميز جداً ويقوم يشيل الكور كان من أول واحدة والحارس بيقع جون لو تحطب في أي حتة جون لأن الحارس أوتوفالنس فأنت كنت تقدر تسجلها أحمد عبدالقادر فرط فرط زي ما فرط قبل كده حسين وزي ما فرط أحمد نفسه وزي ما فرط أكتر من لاعب إن هو بيدي للنادي الأهلي الأفضلية ويحصد نتيجة الضغط العالي اللي أفضل حالة للأهلي بيعملها حالة الضغط بيعملها مع مارسي الكولر وأفضل مجموعات للضغط تكونت في الجزء بتعمل عبد المنافس من سنين طويلة جداً مع مارسي الكولر أنت مش قادر تستغلها لأنك ما بتتوقش ده في النهاية بسبب الكرات اللي زي دي فأحمد عبدالقادر رفض تماماً إنه يعمل ديهات للحالة اللي بعديها على طول بتاعة أفشة الكرة اللي ضعت من أفشة تصرف مش عارف يعني أفشة بيتواجد في المنطقة دي بتعليمات من الراجل إنه هو يتواجد دايماً تحت المهاجبة كريم في زوم فورتين إنه بسطها لناس زوم فورتين اللي هي على قصة 18 إنه يبقى موجود عشان ياخد الساكن نقول أو ياخد الكرة اللي هتتصلح له من المهاجب نفس الكرة نفس الأزمة ونفس المشكلة بتحصل أفشة بيصوب الكرة بشكل سيء جداً في أول عشرين دقيقة بعد ما برسيتها وخد الكرة وصلحها له الوراء تصرف خاطئ تماماً تماماً من محمد مجد أفشة قدى في النهاية لأن الكرة ضعت بدل ما يبقى عندك الأفضلية بهدف أو بهدفين في أول ثلثة ساعة وخلي بقى لك أفشين ديها الأولى دول سندون دي لسه مكان شراء عند مرمى الأهل إنهاء مكانش لسه عمل أي حاجة قبل بقى منروح لي العيوب الدفاعية يعني بتاعتك طيب عظيم جداً